السلام عليكم ورحمة الله أحييكم من الفضائية الشادية وأقدم لحضراتكم نشرتنا لهذا المساء استضافت اليوم العاصمة الفرنسية باريس القمة المصغرة الافريقية الأوروبية حول أزمة الهجرة والسبل الكفيلة بإيجاد حلول للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا حيث شارك رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى جانب كل من الرئيس النيجيري محمد يوسفو والفرنسي إمانويل ماكرون بالإضافة إلى عدد من الشخصيات تقرير رشاد حسن طاها من افتتاهي عمال القمة المصغرة الافريقية الأوروبية فقد التقى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع نظريه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس دولة النيجر محمد يوسفو وذلك بهدف التباحس حول أهم المواضيع المتداولة في القمة المصغرة التي تبحث موضوع أزمة هجرة الشباب الأفريقي غير الشرعية إلى أوروبا وباعتبار أن الدولتين تشاد والنيجر جارتان لليبيا فقد تبحث زعماء السلاسة عن أهم المواضيع والسبل التي تساعد في توجيه الشباب الأفريقي للتفكير في بلدانهم بعيدا عن الهجرة ويدخل هذا اللقاء في مشروع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الرامي للتصدي عن ظاهرة الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا وبعد ساعة من التباحس فإن زعماء السلاس التحقوا بالمستشارة الألمانية ورؤساء وزراء كل من إيطاليا وأسبانيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايزة سراج كون أن دولته المعنية بشكل مباشر في عبور المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط إلى السواحل الأوروبية ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مناسبة للتأكيد مجددا على دعم أوروبا للشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والسيطرة عليها ومنذ وصول ماكرون إلى الإليزي أطلق مبادرات عديدة في محاولة الاحتواء لتدفق المهاجرين إلى فرنسا وأوروبا وستنتهي القمة بمؤتمر صحفي مشترك ترجمة نانسي قنقر